اليوم كانت تكلمو على العلاقة ما بين المعلم والتلميذ كيف المفروض تكون هذة العلاقة ورفقة ضيوفنا اليوم ان شاء الله أل coarse محاولا تقسموا معكم جمعه ديال رسائل المجموعة ديال النصائح معنا سيدة امينا العابدي هي ايطار تربوي أيضا فاطمة العثماني هي مدير التربوي سوف نبديه معك سيدة العابدي نحنا Brandt zusammen على العلاقة بين المعلم والتلميذ من warghair alay bought with person الصحيح لجانب جودة التعليم تكون رسالة العلاقة تربوية إيجابية فعالة. إذن شنو أبرز النصائح أو النقاط اللي ممكن تكلمو لها اليوم وخاصة على كيف ذكرت العلاقة بين الجانبين. الدور ديال المعلم. تأثير ديال المعلم على التلميذ وأيضا واجبات التلميذ. كيف مشرنا في البداية بلأن العلاقة خصها تكون مبنية على التقى. أول حاجة هي التقى. وكان عرفه بلأن المعلم عنده واحد تأثير كبير على التلميذ. يقدر يكون سلبي. يقدر يكون إيجابي. كما كنقولو. التلميذ مرآة تعكس صورة المعلم. مثلا اللي كنشوفو خصوصا في تلم ديال الرياض الأطفال والإبتدائي. كنشوفو شي طيفل تيكون منفتح. الطيفل كي يطح الأسئلة بالثقة. يتحدث بدون خوف. كي يطح المخاوف دياله. كي يشاركهم مع الموحيد دياله. سنعرفه بلأن مورا هالطفل كين واحد المعلم اللي يحتضنه. واللي يبنى عنده هذا التقى. كنا في الموحيد ديالنا سنكونوا عارفين. مثلا نماذج ديال الناس اللي بسبب المعلم دمرت حياتهم. اللي بسبب المعلم نقاطعه على الدراسة. اللي بسبب المعلم تكونت عندهم عقد نفسية رفقتهم حياتهم. من هالخجل من هالخوف. ولكن ولله الحمد نكونوا منصفين. حالات ماشي كثيرة. بالمقارنة مع تأتي الإيجابي دياله. بطبيعة الحال. اللي منهم احنا يا ووليدتنا والمحيد ديالنا. نماديج اللي كنشوفو المعلم نقدش حال من واحد من ضياع. كان في السبب في التوجوف. تغيير مثلا المستقبل الاحسن العديد من 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 تلم دياله. تغيير قناعات. تغيير سلوكات السلبية. ولكن هذا ما يمنعش. ونقوله المعلم هو واحد الإنسان اللي معصوم لا يخطي. معلم يخطي. بحلقه عن الناس. ولكن المعلم القدوة سيعترف بالخطأ دياله. ويصلح الخطأ. ويحاول ما أمكن أن يتدارك قبل الوقوع في الخطأ. وسبحان الله فاش كي كل أستاذ قدم معلم قدم تلم دياله كي يعترف بهذا الخطأ كي يحترموه كالتغرس عندهم هذه الخيصلة بالاعتراف بالخطأ. المعلم القدوة هو اللي كي مثلا خطوا يكتشفوا يبتاكر وسائل تعليمية جديدة باش يقدر يوصل للمعلومة بواحد السهولة لتلمين. حنا في العصر ديالنا العصر ديال السرعة. يعني كتكون واحد تغيير بواحد الواتيرة لكل ما هو جديد. لكن في نفس الوقت. مواكبة في نفس الوقت في هذا العصر ديالنا يعني تقدر تواكب منتم البيت ديالك يعني الوسائل ديال التعليم والوسائل ديال المعرفة متاحة. المعلم. نعم سيدان العبيدي مع الأسف الوقت كي يصرقنا الوقت بسرعة. نعم الواجبات ديال التلميذ تجاه المعلم. نتكلمنا كثير على المعلم أيضا نرى التلميذ عنده واجبات تجاه المعلم باش تتم العملية على أحسن ما يرام. نعم الواجبات المعلم. التلميذ تجاه المعلم نقدر نقول واجهة الواجبات الأسرة حيث التلميذ خاصو يكون جاي واجد من الأسرة. تلميذ الأسرة مهمت الأسرة خاصة اللي تعلم ولدتها كيفاش غير يؤدي والواجب للمعلم. أول حاجة لك واجب تقدير والإحترام. كي تكون من الوقفة ديالك مع المعلم من الخطاب ديالك مليك تتكلم مع المعلم خاصنين علم والدو والبنتي يتكلم معها بشكل راقي. محترم. بنبرة الصوت تكون نبرة واضحة ومنخفضة في نفس الوقت. الانضيبات في القسم. فشكي شرح المعلم درس خاصنين الإنصات. كنا نعرفوا بلأن وسائل التعلم هي الحواس ديالنا. كيف كانت تعلموا بالسامع بالبصر؟ بالحواس نعم. خاص الوليدات يجيوا مدربين بلأن أثناء شرح الحصة يكون الإنصات. إذن كنوصلوا معكم مستمعين ودائما كنت تكلموا كيف تكرنا على العلاقة بالمعلم والتلميذ معنا أيضا سيدة فاطمة العتماني لي مديرة تربوية ليوم سيدة العتماني شنو أبرز الرسائل اللي ممكن نوصلها الأسرة ديال التعليم تحيي لهم بالمناسبة وأيضا الأسر ديال التلاميذ والتلميذات. نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون فإن مهنة التعليم أو مهنة المعلم فإن مهنة المعلم هي أم المهن تتولد منها مهنة الطيب مهنة الهندسة مهنة دونك دين التعليم أو مهنة الأستاذ عندها واحد القيمة في المجتمع. إذن إلا يمكنني نعطي شيء نصائح زميل المعلم. بالمناسبة كنت أستاذ قبل. كنت أستاذ قبل. نعم. نعم. هدك شيء أنا مجربة التعليم بأنها صعبة جدا. أخي المعلم أختي المعلمة هناك آآ أهنئك بمناسبة اليوم العالمي الأستاذ. وغنقدم ليك بعض النصائح آآ اللي كانت منات تعمل بها لكي تحت للناجح في مهنتك النبيلة. آآ أولا كوني معلمة التي تحب عملها. حب المهنة أولا. آآ. لأنك إذا أحببت عملك فإنك ستنجحين فيه. هذه تنجح فيه. كوني أم تاني لسلامتك. يعني لك كتحب بهم. حتى هم ما يبغيوا الحصة ديارك وغي يبغيوا يجول عندك ويحضروا القسم ديارك. كوني صابورة وصاحبة إرادة. لأن مهلة مهنة صعبة وكتطلب شيء صبر. علمي عن طريق اللعب. غيري طرق تعليم. تغيير طرق تعلمية. كوني نايمتك سرامة 100%؟ باش تلامد ما يملوش الحصة ديارك. دايما شي حاجة جديدة باش تلميدي. يشتاق الحصة يقول لها أستاذة ستجيبنا اليوم شي حاجة جديدة شي طريقة جديدة. لنك المعلم يبحث ويجرب طرق ويكتر من الأنشطة في القسم. باش ميكونش مالل. هادي النصائح اللي كان نقدم. مشكورة كتير سيدة فاطمة العثماني كان ذكر مديرات تربوية. اذا شكرا لك سيدة امين العابدي وايضا فاطمة العثماني تحية لكم على الحضور. وشكرا للنصائح اللي اليوم تقسمناها مع الأباء والأمهات أيضا لأطر تعليمية التربوية.